قالت مجموعة سيتي جروب المصرفية أن عملية إعادة الهيكلة ستكتمل في الربع الأول من العام القادم بتكلفة مليار دولار وهي الأكبر منذ عقود وأكد كاركا مأسون المدير المالي لسيتي جروب أن عملية إعادة الهيكلة ستشمل تقليص حجم الإدارة وربما تسريح آلاف الموظفين كما أنها ستمكن البنك من خفض النفقات السنوية إلى ما يتراوح بين 51 مليار دولار و 53 مليار مما يساعد على تحقيق أهداف الربحية ويهدف البنك إلى الوصول إلى عائد متوسط المدى على متوسط حقوق المساهمين الملموسة يتراوح بين 11% و 12% على المدى المتوسط